أما بعد رئيس جامعة سعادة ريني للتربية بالنيابة رؤساء الأقسام الأساتذة الكرام أبناء الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي ورطتي حول أثر الإسلام في مجتمعات إفريقيا الغربية كما أثرت أن يكون العنوان أثر الإسلام في مجتمعات إفريقيا الغربية من المنظور التاريخي لا شك أن الإسلام دخل إفريقيا منذ القرن الرابع وأصبح منذ إذن دينا محركا ذا أثر كبير على المجتمعات الإفريقية بشكل وابح وقوي وأثر بتعاليمه السمحة على معتنقيه الأفارقة من عدة جوانب جوانب الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها وكل ذلك مرتبط باتسال مسلم إفريقيا وحكامهم بالدول العربية ذات الحضارة الإسلامية العريقة وقد تناول عدد من الكتاب والباحثين في تاريخ إفريقيا بيان هذا الأثر بوضوح وجلاء وهذه الورقة إسهام متواضع في هذا السبيل والوقت لا يسع لذكر كل ما في هذه الورقة والورقة نفسها جاءت مختصرة لا تفي بكل الجوانب التي يتطلبها أو يتطلبه هذا العنوان نعرف أن الإسلام دخل إفريقيا من وقت مبكر وذلك فيما يقال إن الإسلام يعني دخل إفريقيا بدخول طلاع المسلمين الأوائل في القرن الرابع الهجري وذلك بقيادة وقبة بن عامر الصحابي الجليل وذكر أحد الكتاب الغربيين عن الإسلام في إفريقيا مقولة ذات أثر كبير ولها حضور في الواقع نراه الآن يقول بالإسلام يبدأ العصر التاريخي لإفريقيا السوداء ويعني بالإفريقيا السوداء البلاد الإفريقية الواقع جنوب السحراء الكبرى وقد ذكر المؤرخون مرقا عدة لدخول الإسلام في إفريقيا وهي معروفة لدى القراء والباحثين ولا مدال لنا لذكرها هنا وإنما نشير إليها إشارات طريق الفاتحين طريق الدعاة وعن طريق التجار المسلمين الذين يأتون إفريقيا يأتون إفريقيا لغرب التجار وقد ذكر بعض الباحثين في إفريقيا أن هؤلاء التجار الذين يأتون إلى إفريقيا يختلطون بالمنشبعات الإفريقية ذات التقاليب الوثنية ويسكنون فيهم ويوجد كثير من سكان إفريقيا غير المسلمين يتأثرون بهؤلاء التجار خيركنون في الإسلام ويتأثرون بتقاليد الإسلامية من وجه أو من آخر وقد ذكر بعض الباحثين في الشأن الإفريقي أن من كل عشرة في إفريقيا يتركون الديانة التقاليدية ويرخلون في أحد الأديان السماوية فإن تسعة منهم إنما يدخلون الإسلام وواحدا فقط يدخل في المسلمين ولهذا تعد في إفريقيا في مجال دراسة الأديان المقارنة قارك الإسلام فهي القارك الوحيدة التي تعد فيها نسبة المسلمين بأكثر من نصف سكان بينما تسل نسبة النصارى إلى 11 أو 13% والبقية يدينون بالديانات التقاليدية أما إذا جئنا إلى صلب هذا الموضوع وهو أثر الإسلام في المجمعات الإفريقية نجد أن وجود الإسلام في هذه المجتمعات أو في أراضي إفريقيا وبين سكانها المحليين باختلاف قبائلهم وانتماءاتهم ومعتقباتهم نجد له أثر كبير لا سيما بعد أن اعتنق كثير منهم وفي مقدمتهم ملوكهم وأمراءهم ورؤسائهم بعد أن اعتنقوا هؤلاء الإسلام واقتنقوا به دينا يدينون به وأسلموا إليه أزمة أمورهم وانقابوا لتعاليمه ونظمه وأحكامه قواعية دون إكره ونجد هذا الأثر يتجلى في عدة جوامل في حياة الإفريقيين من هذه الجوامل الجالب الديني والعقدي لقد كان للإسلام أثره العميد في شخصية المسلم الإفريقي فمنذ دخول الإسلام في ربوع إفريقيا اعتنقوا الجماهير بكل حماس وإخلاص وتدينوا به وأخلصوا فيه لله تعالى فلم يكن إسلام هؤلاء الإفريقيين عن خوف وتحديد أو عن طمع وإغراء وإنما استسلمت قلوبهم لهذا الدين عن حب وغضة لما رأوا من الآيات البينات وانسجام هذا الدين بفطرهم السليمة والهذا كان الالتزام الدين للأفارقة سمة بارزة فالمسلم الإفريقي بعد دخوله في هذا الدين تجد أن مظاهر الإسلام في شخصيته سمة بارزة فتجد شعائر الإسلام وممارساته العملية كلها راسخة في حياة هذا الإنسان المسلم فكانوا منتزمين بأداء الصلوات في أوقاتها الخمس وملازمة أدائها في الجماعات وحمل أطفالهم عليها بالترهيب تارة وبالترهيب أخرى وإذا كانوا من جمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم يجد مكان يسلي فيه لكثرة زحام مرتادي الجوامع فسكان إفريقيا كما يقول اليوم الإفريقي الحسن بن محمد الوزان الفاسي يقول سكان إفريقيا متمسكون أيضا بالديانة شديد التمسك يخضعون لفقهائهم وإمتهم ويهتمون شديد الاهتمام بمعرفة الأشياء الضورية في الدين يترددون على المساجد لأداء الصلوات ويتحملون بصدر عجيب مشقة الوضوء قبل كل سلاة ويكسلون أجسادهم أحيانا فلهذا وصف الوزان قبائل المنبينج بقوله أكثر تحضرا وذكاء واعتبارا من بين جميع السود وعلل ذلك بقوله لأنهم كانوا سابقين إلى الاعتناق إلى الاعتناق الإسلام وأيضا وصفت مدينة تنبكت بأنها مدينة جمال الرائع وكان آلها يدينون بالإسلام ويحبون السنة ويحاربون البداء وهكذا نجد أن الإسلام أثر في كثير من سلوكيات المجتمعات الإفريقية بحسن العشرة وإنثارهم غيرهم على عفسهم وإكرامهم للغرباء وقد لمس ذلك الرحالة المغرب ابن بطوطة عند زيارته لمندكة مالي الإسلامية حيث أكرمه السلطان منسى سليمان ولقد كان لتحول الملوك الأفارقة إلى الإسلام كان له أثر كبير في تشتيع انتشار الإسلام في غرب إفريقيا كما شكل جسرا بين الشعوب الإسلام والشعوب الإسلامية في هذه المناطق من ناحية والممالك الإسلامية في شمال القارة من ناحية الأخرى وما كان لحركة جهاد الشيخ أثمان بن فودي في شمال ناديريا أن تقوم لها قائمة لو لا رسوخ الإسلام في تلك المجتمعات الإفريقية مما جعل بهذه الحركة أرضية صالحة بالانطلاق ووجدت دعما ومن أطياف المجتمع الذين لا زالت فترة وإذا جئنا إلى الجانب الثاني وهو الجانب العملي والثقافي في حيات الأفارقة وعثر الإسلام في هذا نجد أن هذا الجانب من أبرز جوالب تأثير الإسلام على المجتمعات الإفريقية فقد كانت الألوم الإسلامية وثقافته ذات أثر بارد في الحياة العلمية لمسلم غنب إفريقنا وذلك لما اتسم به الإسلام من الحث والترغيب على طلب العلم والمعرفة والثماء على أهل العلم والترغيب في تعليمه وكان القرآن الكريم وعنومه أجل ما يعنى به المسلمون في هذه المنسبعات فعنايتهم بتعليم القرآن وحذره عناية لا نثيلها فقد كان أول ما يعلمون أولادهم من مبادئ العلوم هو القرآن الكريم منذ لعوبة أفاهم فالقرآن الكريم وجد عناية كبيرة من الأفارقة فهو أول ما يعلمون أولادهم من مبادئ العلوم ويبالغون حمل أولادهم على حذر القرآن الكريم حتى كان من ظهر تقصيرهم من هؤلاء الأطفال في حذر القرآن جعلوا على أردلهم القيود فلا تفق عنهم هذه القيود حتى يحفظوا القرآن وقد أخبر ابن بطوطة لبعض القصص التي شاهدها في زيارته لبعض بلدان الإفريقية التي تمثل هذه العناية الكبيرة من الأفارقة لحمل أولادهم على حذر القرآن وكان اهتمام العلماء وأهل العلم بالعلوم الإسلامية والثقافة العربية وخاصة اهتمام سلاطين إفريقيا وملوكها منذ أن دخلها الإسلام يتمثل هذه الاهتمام في عدة جوانب من هذه الجوانب استقدام العلماء من كل مكان وإكرامهم وتقديرهم وقد استقدم ملوك السودان الغربي العلماء من الحجاز ومن مصر ومن المغرب لتعزيز مراكز العلم والثقافة الإسلامية في مدنهم فلم يكن حرسهم على نشر العلم وإرثاء قوائد نهبة ثقافية في بلادهم مقصورا على إفادة قلاب العلم إلى المراكز الإسلامية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت بل اهتموا كذلك اهتماما شديدا باستقدام العلماء والفقهاء من مواطن العلم من الحجاز ومن مصر والمغرب فامتلأت ملادهم بالعلماء من السود والبيض على السراء وفي مملكة مالي نجد أن سلاطينها أيضا قد بلبوا شعوا كبيرا في هذا المجال من هؤلاء السلطان منسى سليمان الذي قام بجلب الفقهاء من مذهب الإمام ذلك كما رأى وشاهد ذلك ابن ونقوط في رحلته كذلك في مملكة سنغاي نجد في أهد الملك الحاد أسكي محمد نجد أيضا اهتمامه بالبالغ بالعلم والعلماء وقد استطدم العلماء والأطباء وغيرهم إلى مملكته مما ساعد ذلك على نشر الدين كذلك من مغاور هذا الاهتمام أيضا ما نجده في مدينة تنبكتو وأثارها العلم على السودان الغربي نجد أن تاريخ الحياة الثقافية في السودان الغربي قد اخترن بمدينة تنبكتو التي كانت بصدق قلب الحركة الفكرية النشطة في هذه المنطقة والتي امتد إشعاعها العلمي إلى أرجاء واسعة عمت مملكة كانم والسنغال والنيجر كذلك بفضل توافد التجار والعلماء عليها من عرب المغاربة والأندلسيين ومصريين وغيرهم من سكان الشمال الفريقي والأبطار الإسلامية ومما يصور للقارئ الموذجا بالحركة الإسلامية أو العلمية القائمة في مدينة تنبكتو في ذلك الأسر ورسوخ إلى علمائها ما يذكره المؤرخ السعري من أن السلطان من سموس لما حج استحر معه من الحجاز القاد الفقيه عبد الرحمن التميني فلما وصل إلى مدينة تنبكتو وجد حافلة وضبها حافلة من الفقهاء السودانيين ووجد أنهم قد تفوقوا عليه في الفقه المالكي فصافر إلى فاس وتفقها على الفقهاء المالكيين ثم عاد إلى تنبكتو ومن جوانب هذا الاهتمام أيضا الاهتمام بجلب الكتب العلمية وبناء المكتبات العامة وذلك في طريق نحبة العلمية الثقافية في إفريقيا اهتموا بهذا ليجد طلاب طلاب العلم وغشاق المعرفة ليجدوا مرتعا خصيبا لإشباع رغباتهم الفكرية والعلمية وقد ذكر المؤرخون أن السلطان منسى موسى عمل على شراء الكتب الدينية في مذهب الإمام مالك وغيره والكتب اللغوية والأدبية والعلمية والثقافية من البلاد العربية كالحجام ومصر ومصر والقوة المغرب وغيرها فاشتهرت المدن في إمبراطورية مالئة الإسلامية في آدي بالعلم وأصبحت مركز إشعاء تفوق ثقافيا يأمه طلاب العلم والعلماء وأيضا نجد هذا الأثر الإسلامي في إفريقيا في الجانب الاجتماعي لعليه أن الإسلام دين تتدلى تعاليمه وحقائقه في راقع حياة معتنقين فما دخل فيه فرد ولا جماعة إلا وقد غير من أسلوب حياتهم ومعاملاتهم وأعاد إبرازهم في سورة جديدة وعند دخول الإسلام إلى السودان الغربي برأ تفقق العادات الوثنية التي كانت متبعة في النظام القذلي شيئا فشيئا في تلك الجهات فاكتسب الأهالي الأسماع العربية والعادات الإسلامية وتلاشت شيئا فشيئا الفوارق الطبقية والعائلية بينهم وساعد كل ذلك على تقوير دور الرجل في المجتمع وأصبح الفرد ينصب إلى أبه ويحمل اسمه وكذلك نجد أن من آفاء الإسلام الاجتماعية أن تركيبة سكان بعض المناطق الإفريقية قد توحدت نتيجة المصاهرة التي تمت بين الوافدين من الشمال الإفريقي والوطنيين الأفارقة إلى درجة يصعب التمييز بينها بين الأمصرين وقد تحدث توماس أرنوند في تقرير سادر من مجلس العموم البريطاني بين فيه أثر الإسلام في الساحل الغربي من إفريقيا وذلك في كتابه الدعوة إلى الإسلام وأيضا إذا نظرنا إلى الجانب الابتساري نرى أن الإسلام في ذلك أفهم كبيرا ونجد أن العرب في سطر الإسلام كانوا ينقلون بضاعي الأسلحة كالسيوث والرماح والملابس الصوفية والحريرية من شمال إفريقيا إلى غيرها ويتوزعون لبيئها في غانا ومالي وسلغاي وكثنى وكامو وبرنو ثم يعودون إلى بلادهم بغيش أن يعم ونجد أن تجار العرب منذ النصف الثاني في القرن الثامن الميلادي زاد مفرزو المرابقين لمنكة غانا فترة كانت فترة الإصدهار لطريق التجارة الصحراوية من منتصف القرن الثاني على عشر قرن الثاني وعشر ميلادي وهو الصابع الهجري إلى نهاية القرن السابس عشر الميلادي ونجد آثار الإسلام في الحياة الابتسادية في من تولى المسلمون في غانا تنظيم الأمور المالية لخبراتهم بها وللثقة الكبيرة التي كان الملك الوثني آنذاك يشعر بها نحوه وهكذا نجد أن العلاقات التجارية بين الشمال الإفريقي والسودان الغربي قد نشأت منذ أقدم الأصور وتطورت وازدادت التساع وفي وفي الجانب السياسي والإداري نجد أن الإسلام أيضا له أثر كبير وظاهر في حياة الإفريقيين ولا شك أن الإسلام أنه بفضل الإسلام ونظمه السوية تجاوزت نفوذ أولئك السلاقين نداء بلادهم واتسعد دولهم حتى ضمت كثيرا من الأقاليم المجهورة وفي سبيل توحيل المجتمعات الإفريقية المتعددة الأجناس والقبائل كان بفضل الإسلام وإخلاص السلاقين تلك الممالك الإسلامية تغيرت الأوضاع في إقليم السودان العربي الغربي والأوسط وهناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال في هذا المجال لكن الوقت لا يتسع لها ونأتي بالختام والورق أمامكم يمكن تتجعون إليها وتجدون التفاصيل في هذه الدوان وفي الختام يعني بعد هذا التجوان السريع يتجل مدى أثر الإسلام على المجتمعات الإفريقية وكيف نقل الإسلام نقل هذه الآثار إلى مجتمعات نقل الإسلام هذه المجتمعات إلى مجتمعات راقية متحقرة في دينها وثقافتها واقتصارها وسياسة ملكها فحلت مكانتها اللائقة بها في قلب أحداث التاريخ الإنساني ولولا الاستعمار الغربي الذي نكد بتيت المجتمعات وذمر نظرها الحياتية وحضارتها المتسلة بالإسلام بسارة اليوم من أرقى الدول والبلاد التي ينظر إليها في العالم نظرة اعتداد وإجداد وإكبار ولما دفن على كاهلها أنظمة الاستبداد والتسلط والنهج التي تسألي شعوب إفريقيا اليوم بغيرانها وتعيش في دوامة العنف والفقر والصراعات فيما بينها وأملنا أن تستفيق شعوبنا الإفريقية الإسلامية وتعمل لاستعادة مهويتها المفقودة لكي تستعيد مجر أفزادها التليج وتقعد في مقعدها بين الأمم المتحضرة والشعوب الراقية ولم يكون ذلك إلا بعودتها إلى دينها والتمسك بإسلامها أقيدة وشبيعة ومنهجا وعسى أن يكون الوالد قريبا والمعنف الموفق والهالي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاء الله شكرا جزيلا يا صلاة الوسط الدكتور